أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدي ألا كارم أنتم معنا في برنامج الفريق الدولي تحدثنا كثيراً عن مباريات الـ Champions League مازالت مباراة واحدة هي مباراة القمة المباراة المنتظرة هذا الأسبوع بين برشلونة في عقر داره أمام باريسان جرما مباراة الدهاب طبعاً انتهت في ملعب الباك دي برانسا وحديقة الأمارة في فرنسا بفوز برشلونة المفاجئة ثلاثة هداف مقابل هدفين أمام باريسان جرما كيف ستكون ردة فعل الـ PSG أمين في مواجهة العودة خاصة أنه سيستفيد من عودة أشرف حكيمي الذي لم يلعب مواجهة الذهاب ستستفيد أيضاً باريس من عودة مبابي الذي لم يلعب مباراة الذهاب صحيح كان حاضراً فوق أرضية الميدان ولكنه لم يسهم بأي شيء في تلك المباراة وتعرض الانتقادات اللاذعة القطار السريع والتيجيفي كما يلقب خفض من سرعته في تلك المباراة هل سنراه يدهس مدافع برشلونة في هذه المقابلة؟ أولاً لويسان ريكي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية المستوى الباهت الذي ظهر به كيليان مبابي أقريباً في كل المباراة في الدور الفرنسي من التشكيلة الأساسية وإن شارك أساسياً يخرج مباشرة مع بداية الشوط الثاني ليحال إلى الدكة نفسياً مبابي لا يتواجد في أحسن أحواله مع باريسان جرمان ثانياً العالم كله يعرف أن لويسان ريكي يعتمد على مبابي في الجهة اليسرى يبقى دائماً على الجهة اليسرى وينتظر أي هجمة معاكسة من أجل أن تصل إليه الكرة يعتمد على السرعة والمروغات من أجل تسجيل الأهداف لماذا لا يفكر لويسان ريكي خارج الصندوق مثلاً بوضع مبابي كمهاجم حقيقي أو كمهاجم وهم في هذه المباراة أو على الأقل يقحمه أو يجبره على الدخول إلى العمق أكثر من أجل بعثارات أوراق الفرق المنافسة وهنا أخص بالذكر برشلونة الشطر الثاني لا يجب أن نتناسى المستوى الكبير الذي قدمه الدفاع برشلونة صحيح أن مبابي لم يكن في أفضل أيامه وفي أفضل مستوياته ولكن دفاع برشلونة أيضاً أجبر مبابي على الظهور بذلك الوجه أروخو كوندي وكوبارسي كلهم قدموا مستويات رائعة وكلهم كانوا يتناوبون على حراسة كليان مبابي وإن مر من كوندي فسيجد أمامه أروخو وكوبارسي وإن مر من أروخو فسيجد كوندي وكوبارسي وإن مر من كوبارسي ولو أنه لم يمر من كوبارسي في تلك المباراة لذلك لا يجب أن ننقص من قيمة العمل الذي قدمه مدافع برشلونة في تلك المباراة والشافي أيضاً الذي تفوق طاكتيكياً على لويس النريكي الذي لم يحسن التعامل مع اللقاء خصوصاً في فترة القوة لما سجل هدفين مباغتين في أول أو ثلاث دقائق أربع دقائق فقط خمس دقائق نعم من الشوت الثاني ثم بعدها تتلقى هدف تعادل ثم بعدها تتلقى الهدف الثالث المشكلة في لويس النريكي أكثر مما هي في مبابي إلى أن الشهرة والنجومية أحلت كل الضغوط والهالات الإعلامية على كاهل مبابي ونسيان لويس النريكي الذي كان المتسبب الأول والأكبر والأكثر مسؤولية في الخسارة التي منيبها باريس النجارم إذن مشابه لحمل المسؤولية للويس النريكي وعباد الشبهات عن كيليان مبابي هل هذا الكلام معقول؟ إذن إذا تعلق مبابي فالفضل يعود لمبابي ولكن إذا لم يلعب مبابي جيداً فالمشكلة في لويس النريكي الصحف الفرنسي دبح تنبابي دبح وسلخته السلخ بعد أداءه في هذه المباراة لكن أنت تعرف لحاجة في نفسي يعقوب تحدث عنه بتلك الطريقة بسبب قراره مغادرة باريس النجارم وبسبب أداءه الباهت أيضاً لكن الذي يتحمل النسبة الأكبر من المسؤولية في تلك المباراة المنطرينير المدرب هو دائماً كبش الفيداء دائماً الخسارة يتحملها المدرب كانت عنده تصريحات غير مفهومة قبل المباراة كانت تحامل على تشوفي بطريقة غير مفهومة ولو أنه حاولت صحيح الأمور على هامش المباراة ولكن ما حدث قد حدث أنت لماذا تخرج لوسائل الإعلام؟ كان صحفي سأله قل في رأيك من هو الأكثر أو الأحسن تمثيلاً لكرة برشلونة؟ هل أنت أم تشوفي؟ ماذا كانت إجابته؟ إجابة واقحة فيها من الواقاحة الكثير قلل كثيراً من تشوفي وحاول تقزيم تشوفي كمدرب قال له أنا بطبيعة الحال أنا لا أعرف تشوفي كمدرب أعرفه فقط كلاعب وكأنه يحاول أن يقلل من قيمة تشوفي في آخر المطاف تشوفي رد عليها على أرضية الميدان تفوق عليه طاكتيكياً بالطول والعرض وفاز عليه في عقر دياره ولكن إلى غاية الآن لم يلعب أي شيء تبقى كل الاحتمالات واردة في مباراة العودة نعم كل الاحتمالات واردة ولم يتأهل لا البارسة تأهل بفوز 3-2 ولا البياجي أقصي بهزمته 3-2 فقط ديت ميدانه ولقت لكن بالعودة إلى مبابي مبابي يتحمل جزء من المسؤولية لأنه فيه أنت كنجم أول للفريق دائماً تعلق عليك شماعة لإخفاقاته وهذا ما كان يحدث مع ليونال ميسي في برسلونة عندما كان يقصى من دوري أبطال أوروبا في كل مرة تحمل مبابي تمت محاصرته بأربع لاعبين ميدو في المباراة الماضية أربع لاعبين بعدها الأخطارة لكن يوجد في مبابي في كل مكان يتحرك يلقى لعب أمامه ولو أنه يتحرك كثير في الجال يسرى لعب أمامه دفع يعرفه جيداً هل سيستنسخ تشافي نفس خطة الذهاب من أجل إيقاف مبابي بالاعتماد على جوي كوندي ولعبي الوسط والهجوم من أجل العودة والمساندة؟ لا أكيد نعم راح يكون تقريباً نشانش باليكيب كيغان ولو أنه العقوبة تحت فعل فعلتها روبيرتو لن يلعب وكن يستنسل لن يتواجد بسبب الإيقاف هنا ربما مربط الفارس قال لنا في هذه المباراة لأنه لما لو يلعب تشافي بغون دوغان رفقة ديون رفقة بيدري كأساسيين هنا وسط ميدان تقني كله لم يكن واحد لعب بدني مثل ما كان عليه الحال مثلاً مع كريستانسل لما دخل كأحتياطي من أجل كسر المحاولات وهو لعب محوري ومحور دفاع لكن منذ مرحلة العودة يلعب متقدم يلعب عم بيفو روبيرتو في مباراة دهاب البعض عبا أدائه لكنه مثل ما يقال جرى كثير غطى مساحات كثير هنا من سيقوم بهذه الأدوار لأنه دور الخروج بالكرة سيكون على دو يون دو يون في الدهاب العيبة جيداً وكان يعرفه خروج بالكرة هنا اليوم صحفة الإسبانية أو الكاترونية بشكل عام تتحدث عن من سيشرك تشاوي كأساسي هل سيلعب بفرمين لوباز كأساسي منذ البداية ثم بعد مورو ساعلاب يقحم بيدري صاحب الرقم القياسي من الإصابات في الفارق هذا الموسم وهذا الاحتمال الأقرب إلى الواقع لأنه يتخوف عليه يبدأ به المباراة مخافة حدوث نكسة أخرى بالنسبة لبيدري وهو الذي لم يلعب كثيراً لعبها نصف ساعة أمام البياجي وشوت فقط أمام قادش في المباراة الدوري بدون لون